اشتركوا في القناة فتحت له أباب الرحمة في الدنيا والآخر ويفلح وينجح وجميع مصالح الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس حتى رزقه الذي يرزق موقف على هذه الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه حتى عصمة عن الفواحش وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير ومن الشقاء إلى السعادة ومن الهوى والردة إلى مسالك أهل الرضا وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا أمرها عظيم ولذلك ترى العبد الصادق في هداية واستقامته منذ أن يدخل عليه وقت الفريضة لا يعرف إلا حق الله كما قالت عائشة رضي الله عنه فإذا هو لا يعرفنا ولا نعرفه وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه نصوص موجودة صحيحة صريحة فهي أول الأمر بعد الشهادتي وهي العمود الذي يقوم عليه دين الإنسان فإذا كان الإنسان يعظم أمر هذه الصلاة وكان السلب الصالح يضربون المثل في ذلك فإذا حضرت الصلاة بمعنى دخل وقته فليس للموفق السعيد إلا أن يؤدي حق الله ذكروا عن إمام أنه مكث أكثر من عشرين وقال ثلاثين سنة في حمص يصلي بأهلها لم يسه في صلاة واحدة فقالوا له صليت بنا هذا العمر كله ولم تسه في صلاة فقال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله فهي حق عظيم والناس يوعظون ويذكرون فتطأطأ الرؤوس ولكن العبرة بالعمل العبرة بالعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر